وقع الدولة الإمارات اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لتقديم مساعدات غذائية طارئة للشعب السوداني الشقيق المتضرر من الأزمة في السودان وجنوب السودان ويشمل ذلك اللاجئين والمجتمعات المضيفة والنازحين داخليا والعائدين المتأثرين بالحرب وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات ساعدت سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية وعن برنامج الأغذية العالمي ماثيو نيمس المدير التنفيذي بمكتب واشنطن وذلك في بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وقالت معالي لنا زكي نوسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية أنه مع انتشار الجوع على نطاق واسع في السودان والدول المجاورة فإن شراكة الدولة مع برنامج الأغذية العالمي ستساعد الفئات الضعيفة التي تواجه التداعيات المدمرة لهذه الحرب من جهتها قالت سيندي مكين المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي إن برنامج الأغذية العالمي يرحب بجميع التعاهدات تجاه عملياته الغذائية المنقذة للحياة في السودان وبهذه المساهمة سيكون قادرا على مساعدة الأشخاص الضعفاء المعرضين لخطر المجاعة